السلام عليكم يا حبايبي يا ربي كده يكون الجميع بخير وبسحة وسعادة دايما يا رب وأهلا وسهلا بيكم أتمنى يا ربي كده يكون يوم جميل على الجميع إن شاء الله بإذن الله كده دايما تعالوا نشوف الفيديو ده كده معنا بسمة وهبة قالت أنا بقال كتير سكتة بس قررت أتكلم تعالوا نشوف بسمة وهبة قالت إيه قامت الأعلامية بسمة وهبة بنشر الفيديو لها من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أثناء سفرها إلى أحد الدول العربية أثناء سفرها إلى أحد الدول الأوروبية معذرة وتحدثت عن تفاصيل أزمتها وأبتعدها عن تقديم البرامج وقالت بسمة وهبة أنا لا تعاقت ولا مضيت ولا تفقت كل المحطات اللي كنا بنتفاوض مع بعض حطيت شرط بس محدش منهم رد علي تاني الشرط هو حرية الرأي والتعبير أنا من حق أحفظ نفسي وأبقى عايزة أتكلم عايزة ما يبقاش فيه حدود مش عايزة حد يقول لي أقول إيه وما أقولش إيه عايزة أوصل صوت المواطن أسكت لا طبعا لازم أتكلم وتابعت إحنا عايزين السقفية لو عايزين نتنفس هل كلامي ده ممكن يزعل حد أنا عايزة أتكلم إيه المانع إنه يبقى فيه سلبيات أتكلم فيها في حد الاحترام ما فيش حد فوق النقد بينما اختتمت حديثها قائلة الكاميرا وحشيتني والميك وحشني أنا مش مبسوطة من الأعدة بس عايزة أطلع أطلع يبقى عندي مصداقية وأتكلم زي ما أنا عايزة يدعولي إنه يترد علي والله أنا مش عارفة بصراحة بيها كلامها يعني بصراحة كلامها مزبوط أنت ورأيكو يا حبيبي في كلام بسمة وهبة هي يعني خلاص هي تكلمت النهاردة وقالت الكلام ده وهي قالت إن أنا قررت إن أنا أتكلم فعلا بعد فترة كبيرة من سكاتها يعني أتمنى يا ربي كل فيديو عجبك ونال عجبك يا حبيبي مع السلام